طبعا التعديل ده بيجي أحيانا بالتمرين بيجي بالنصيحة المظبوطة بيجي بطرق مختلفة خلينا نتكلم الأول عن الأب والأم كل أب وأم فيه يعني موجودين بما فيهم إحنا كل واحد فينا عنده عاداته وعنده معتقداته وعنده أفكاره اللي دايما في جزء منها اتربع عليها وفي جزء تاني هو عايز يشوفها في أولاده إزاي قادر أوفق ما بين اللي أنا عايزاه وما بين الصح اللي مفروض يتعمل معاه بص يعني أنا عايزة أقولك على حاجة كده زمان كنت أنا باجي ألعب شطرنج مع حد مثلا من الناس قريبنا وأنا صغير يعني فكنت ممكن نعترض أنا وهو الحركة دي هي دي الأصل بتاع اللعبة ولا دي الأصل بتاع اللعبة فإحنا ممكن يجي حد تالت احنا ده بيحصل في أي لعبة على فكرة يعني فييجي حد تالت يقولك حاجة تالتة خالص غير الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فإحنا علشان نوصل للحل ده فأنا أول مرة كنت أروح معرض الكتاب كنت رايح أجيب كتاب عن الشطرنج إزاي ألعب شطرنج فعرفت القوانين الأساسية اللي أنا ممكن أرجع ليها وخلاص ده موجودة في كتاب يعني الكتاب ده موثوق فيه المعلومة اللي جاية فيه أكيد هتبقى معلومة سليمة فبالتالي أنا لو أنا عايز أعرف أنا حتى لما بيجي يحصل أن الأم والأب بيختلفوا والجد والخالة وكل واحد عنده رأي في التربية طيب ما تيجي نرجع لمرجع يعني بدل ما أنا أقول ده ده رأيي الشخصي مثلا لا هي الموضوع مش رأيك الشخصي هو كل الناس اللي عملت الكتب دي أو الناس اللي درست السلوك أو الناس اللي هي عارفة يعني إيه تربية ده مش جاية مش رأيي شخصي ده موضوع دراسات وأبحث ونتائج لهذه الدراسات فبنقول إن ده أفضل طريقة نتعامل معها في الموقف ده فبالتالي أنا بستغرب جدا إن ممكن تكون الأم لحد النهاردة ما قردش ولا كتاب في التربية أو مثلا ما سمعتش حتى فيديوهات في التربية أو الناس مش بتكمل المقالة لسه في كده لحد دلوقتي بعد كل الانفتاح اللي إحنا فيه ده وبعد كل البرامج دي وبعد كل الفيديوز اللي موجودة على اليوتيوب وكل الحاجات دي معقولة في أم ما فكرتش من حبها حتى لأولادها إنها هتعلم نفسها إيه الصحة وإيه الغلاص؟ سديني ممكن يبقى مش بس كده ده ممكن يبقى فيه معتقدات خاطئة جدا لحد الوقت لسه موجودة يعني لحد الوقت لسه موجودة يعني مثلا ابني مش عايزي ذكر لا ده أكيد محسود ده أكيد معموله عمل أنا حد سمح على حد لسبوع اللي فات معقول فأنت متخيلة إحنا ممكن يكون لسه لحد دلوقتي عندنا معتقدات إيه ما بالك بقى إن أنا أقرأ في مجال التربية أو إن أنا مثلا أشوف فيديو عن مجال التربية فطبعا الموضوع للأسف إحنا بنبقى بنجرب في أولادنا المشكلة المشكلة إن أنت بيبقى الموضوع صعب بقى يعني أنت لما يكون عندك ابنك خمستاشر سنة ولا ستاشر سنة وعنده سلوك هو واخده بقى له ستاشر سنة وبعدين أنت فجأة تكتشف إن أنت ابنك عنده مشكلة فتلجأ تروح بيه لدكتور وتبقى مستعجل للنتائج جدا أنت عايزها بكرة فإنت بقى لك ستاشر سنة عندك مشكلة مع ابنك فأنت ما ينفعش إن أنا هحل في نفس الوقت أو هحل بعدها بأسبوع أو هحل بعدها بشهر فإحنا كمان محتاجين إن إحنا نبقى فاهمين إن طريقتنا العشوائية في التربية واختلاف الأب والأم وياريت بقى بس اختلاف الأب والأم بتبقى مشكلة أكبر لو أنا قاعد في بيت عيلة قاعد في بيت عيلة فالخالة بتربي في جدة بقى وفي العمى وفي الخال وفي آه بالزبط فبتبقى مشكلة أكبر إن أنا عندي مشاكل مع ابني نتيجة لسلوكياتي فهي الفكرة مش فكرة إن أنا هقرى ليه ما إحنا تربينا قبل كده أيوة مش إحنا تربينا قبل كده بس ما كانتش العالم بنفس هذا الانفتاح ما كانش فيه كل العوامل دي فيبقى أنا لازم يبقى معي استراتيجيات جديدة يبقى معي أدوات جديدة عشان أعرف أتعامل مع العالم اللي إحنا فيه